اشتركوا في القناة 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 بحيث تزداد روح الوحدة بين سيدات لجنة اماء الله ولعقد البرامج المختلفة التي هي وسيلة للتقدم الروحاني والاخلاقي والتي تزيد المعرفة الدينية للمشاركات بالاضافة الى ذلك تعقد انشطة متنوعة اخرى بما في ذلك الانشطة الرياضية بحيث تجد عضوات اللجنة من كافة الاعمار شيئا يجذبهن ويتمكن من المشاركة بطريقة او باخرى ومن خلال مثل هذه المشاركة تستفيد الحاضرات من الجو الروحاني للاجتماع وبالمثل هناك ايضا عروض متنوعة وبرامج ومنافسات للناصرات بحيث تتمكن فتياتنا الصغيرات من الاستفادة ايضا من الجو الديني للاجتماع ويتعلمنا عن اهمية الاخلاق والفضيلة ويزدنا من معلوماتهن الدينية مثل هذه البرامج تساعد ايضا على تعزيز المحبة تجاه الجماعة والشعور بالولاء لها من سن صغيرة بهذه الطريقة يقدم اجتماع اللجنة منبرا ممتازا لتربية نسائنا وفتياتنا المسلمات الأحمديات وادعو الله تعالى وامل ان هذا الاجتماع قد اثبت انه كان مفيدا للجميع على اي حال اود اليوم ان اذكركم جميعا بالقيمة الكبيرة للبقاء ثابتات في ايمانكنا وان تكون مستعدات لتقديم اي تضحية في سبيل دينكنا وامانكنا بلا شك من الضروري لأي جماعة دينية حقيقية ان يعتبر اتباعها دينهم وامتهم وجماعتهم ذوي اهمية قصوى وان يكونوا مستعدين لتقديم التضحيات في سبيل ذلك فما لم نسعى بشكل مستمر لزيادة ايماننا وان نعيش بموجب تعاليمنا الدينية فان كريماتنا المنطوقة ستكون بلا معنى ومخادعة تماما بالنسبة لنا نحن المسلمين الاحمديين فلزاما علينا ان نعيش حياتنا بموجب تعاليم ديننا اكثر من غيرنا يجب ان نكون منتبهين دائما لمتطلبات ديننا لاننا ندعي باننا قبلنا ذلك الشخص الذي ارسله الله تعالى اماما للعصر كخادم صادق للنبي الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم والذي بعث من اجل احياء تعاليم الاسلام الحقيقية في الواقع لقد بايعنا ذلك الشخص المبعوث من الله تعالى مع هدفين بارزين اولا باعث ليعيد البشرية نحو خالقها وليعيد تأسيس العلاقة الروحية بين الله تعالى والناس وثانيا قد بعث ليحث البشرية جمعاء على اداء حقوق بعضهم بعضا وليحافظوا على القيم الانسانية بلا شك فان المسيح الموعود عليه السلام قد نور العالم بالنور الصاطع للتعاليم الاسلامية وبحسب الاوامر الالهية قام بتأسيس جماعة من الاتباع الذين هدفهم الوحيد هو العمل بموجب هذه التعاليم الاصيلة ونظرا لهذا فإننا نحن الذين آمنا به يجب أن ندرك دائما بأن واجبنا في المقام الأول هو أن نعيش حياتنا بحسب الإسلام ومن أجل ذلك يجب أن نكون مستعدين لتقديم أي تضحية مطلوبة منا في سبيل ديننا من السهل جدا القول بأنك ترغب في تقديم التضحيات من أجل إيمانك ولكن في الواقع إلى أن يعطي المرء الأولوية لدينه فوق جميع المسائل الدنيوية فإنه لن يكون مستعدا لتقديم التضحيات العامة في عهد اللجنة تعلن السيدات الأحمديات بأنهن مستعدات للتضحية بكل شيء من أجل دينهن وأمتهن وتتعهد فتياتنا الصغيرات من الناصرات بخدمة دينهن وبلادهن وأمتهن وبالتالي فلابد أن غالبيتكنا قد فكرنا بهذه الكلمات وجاهدنا لتطبيقها عمليا بكل جزء وكل منعطف في حياتهن فكنا من بين أولئك السيدات والفتيات اللواتي ينرن العالم بإخلاصهن وأخلاقهن واستعدادهن للتضحية بكل شيء في سبيل دينهن وبلادهن لا يمكن تحقيق مثل هذا المعيار الاستثنائي والجدير بالثناء من التضحية إلا إذا كنتنا متنبهات لاتباع أوامر الله تعالى في كل مسألة لذلك قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ذات مرة إنه لا يمكن لأحد أن يتزكى ما لم يزكه الله تعالى وبالطبع سينشأ سؤال كيف يمكننا أن نتزكى من الله تعالى وردا على هذا السؤال قال المسيح الموعود عليه السلام يتزكى الإنسان عندما يقترب من الله تعالى بتذلل وخضوع وتواضع تام ويقبل الله صلواته ودعاءه ويصبح تقيا ويصل للقدرة على فهم دين رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول بدون ذلك مهما أقر الإنسان بلسانه بإيمانه أو دينه ومهما تعبد الله فإن هذا لن يكون سوى كلمات فارغة وتقوس لا معنى لها وببساطة إنما يكون مجرد اتباع لما وجد عليه آباءه ولا يوجد فيه حقيقة ولا روحانية لذا فإن روح التضحية ستنشأ في داخلكنا فقط عندما تحرزنا الروحانية من خلال العلاقة الشخصية مع الله تعالى ومن أجل ذلك عليكنا أن تخررنا بجد أمامه تعالى وبتواضع مطلق إن الرغبة في تقديم التضحيات في سبيل الدين تكون ممكنة فقط عندما تحاولنا باستمرار أن تتحسننا في الأخلاق وتزددنا في الروحانية وعندها فقط يمكن للمرء أن يعدى من بين أولئك الذين يقدمون دينهم فوق جميع الأمور الدنيوية على ضوء ذلك فإن الأمر عائد لكل مسلم أحمدي أن يفحص نفسه ويقيم ما إذا كان يتقدم باتجاه الله تعالى وينشئ علاقة معه بلا ريب فإن الله تعالى بفضله ورحمته المحطة قد أعطى الجماعة ولا يزال يعطيها عددا لا يحصى من السيدات المخلصات اللواتي فهمنا متطلبات دينهن وعملنا بموجبها مهما نشأ عنها من ابتلاءات أو محن مثل أولئك النسوة قد تفوقنا في التقوى والورع والفضيلة وقمنا بتضحيات جسيمة من أجل دينهن واتبعنا الخطة الذهبية لأولئك النساء المسلمات المرموقات اللواتي ضحينا بكل شيء في سبيل دينهن في الفترة الإسلامية الأولى غالبا ما يكون من الأسهل للناس رواية أمثلة من الحياة الواقعية وبالتالي سوف أذكر الآن بعض النساء الأحمديات اللواتي قدمنا تضحيات عظيمة في سبيل الأحمدية في السنوات الأخيرة فقصصهن تشهد على حقيقة أن روح التضحية ما تزال حية وقائمة في الجماعة والسيدة الأولى التي سأذكرها هي السيدة أنجوم من كندا والتي قبلت الأحمدية بعد بحث واستقصاء عميقين وفي نهاية المطاف أدركت أن المسيح الموعود عليه السلام هو الممثل الحقيقي للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في هذا العصر وفهمت أن كل ما علمه المسيح الموعود عليه السلام هو إظهار لتعاليم الإسلام الحقيقية وأدركت أيضا أن السبيل لنيل أفضل الله هو بالانضمام إلى الجماعة المباركة للمسيح الموعود عليه السلام وأن تكون مستعدة لأي تضحيات مطلوبة بعد ذلك كان عليها في الواقع تقديم العديد من التضحيات في سبيل إيمانها فبعد أن باعت عام 1994 أصيب زوجها بالحنق الشديد وعمل كل ما بوسعه لإرغامها على التخلي عن إيمانها بالأحمدية ومنعها بالإجبار من حضور صلوات الجمعة أو أي برامج أخرى للجماعة وقام أيضا بإحضار بعض المشايخ غير الأحمديين إلى منزلهما ليحاولوا إرغامها على التخلي عن الأحمدية لكن جهودهم المتضافرة ذهبت أدراج الرياح ومع كل الإضطهاد والضغوطات القاسية والمضايقات التي تعرضت لها بقيت ثابتة في إيمانها وأظهرت صمودا مثاليا ونتيجة لذلك أخرجها زوجها وأولادها الثلاثة بلا رحمة من المنزل ورماهم في الشارع وحيث لم يكن لديها مكان تلجأ إليه أخذت السيدة أنجم أولادها إلى فندق رخيص أقاموا فيه لبضعة أيام وعند هذا أشاعت عائلتها أن الأحمديين يصرفون عليها ولكن هذا لم يكن صحيحا أبدا في الواقع وفي حين أنها كانت تعيش في السابق في بحبوحة قد بدأت بالعمل بالتنظيف المنزلي لتكسب مالا يكفيها لإسكان وأطعام أبنائها وعلى الرغم من التغير الأليم في ظروفها والذي كان عليها احتماله إلا أن ذلك لم يثني من عزيمتها ولم تدع الضغط الكبير الذي واجهته يقلل من إيمانها ولو مثقال ذرة وبعد مرور بعض الوقت تلقت عرضا للزواج من رجل غير أحمدي ولكنها رفضته وقالت إنها لن تتزوج سوى برجل أحمدي عند هذا أعجب رجل كان تقدم لخطبتها بإيمانها كثيرا حتى أنه بدأ يتعلم عن الأحمدية وسرعان مقتنع بصدق المسيح الموهود عليه السلام ثم تزوجا فيما بعد ومنذ ذلك الحين وعائلتهما قد حافظت على علاقة مخلصة مع الجماعة وبحسب ذلك فإن هذه السيدة لم تحافظ على إيمانها وإيمان أبنائها فحسب وإنما جلبت أيضا شخصا غير أحمدي إلى الجماعة الأحمدية وهناك سيدة أخرى نور جهان من كالكتة وقد قبلت الأحمدية عام 1981 وكان السبب الرئيس وراء قبولها الأحمدية هو رؤيتها كيف تقوم الجماعة الإسلامية الأحمدية بخدمة الإسلام من خلال تبليغها رسالته إلى العالم وقد تأثرت على وجه التحديد من حقيقة أن الجماعة قد أسست نظاما للتضحيات المالية بغرض نشر الإسلام بين القاسي والداني وقد رأت صديقاتها الأحمديات اللواتي كن منتظمات بدفع التبرعات المالية وبعد حين من الزمن قالت لهن إنها ترغب أيضا بالتبرع والتضحية ببعض المال على أي حال تم إعلامها أن الجماعة تقبل التبرعات من الأحمديين فقط وبالتالي لا يمكن قبول عرضها وعند ذلك أخبرتهم أنها قد قرأت العديد من الكتب التي نشرتها الجماعة وأنها تعتبر نفسها أحمدية في قلبها حتى وإن لم تكن قد بايعت رسميا وبسبب رغبتها الملحة في المشاركة في التبرعات المالية قامت بالمبايعة علنا على الرغم من أن والدها وأقاربها قد انقلبوا ضدها مباشرة وقاموا بمضايقتها وإيذائها وكان عليها تحمل فترة من المصاعب المالية الشديدة على أي حال لقد جزاه الله على صبرها وتضحياتها حيث حصلت على وظيفة في مدرسة ثم تم تعيينها مديرة مدرسة وعلاوة على ذلك وبدلا من أن تبعدها أسرتها عن الأحمدية فإن ما حصل هو العكس حيث قبل بقية أفراد عائلتها الأحمدية في نهاية المطاف وهناك سيدة أخرى أود ذكرها هي السيدة رئيسة من كانبور في الهند عندما قبلت الأحمدية مع أولادها اضطرت إلى المرور بالكثير من الصعوبات وحتى قبل قبول الأحمدية كانت ظروفها المالية صعبة جدا وكانت تعيش حياة بسيطة جدا وتبيع الأساورة في مختلف القرى وبعد أن بايعت اضطرت إلى تحمل المزيد من المصاعب والقلق لأن الكثير من أفراد أسرتها قد انقلبوا ضدها ولهذا بفضل الله فقد كافأها الله عز وجل على صبرها فسرعان ما بدأت حالتها المادية تتحسن وبدلا من الاضطرار إلى السفر إلى القرى تمكنت من إنشاء متجرها المستقل الخاص بها برؤية كيف أن الله عز وجل قد حسن ظروفها زادت من إيمانها أكثر وهكذا وحيث كانت تعيش في السابق حياة فقيرة جدا فهي الآن في الطليعة في تقديم التضحيات المالية في سبيل إيمانها وأود أيضا أن أروي حادثة ملهمة عن السيدة ساجيتا من الهند في عام 2000 قبل زوجها الأحمدية وقام بتبليغها رسالتها وسرعان ما آمنت بصدق المسيح الموود عليه السلام بعد البيعة انقلبت عائلتها ضدها بشدة وتخلوا عنها تماما وضربوها وسعوا إلى ترهيبها بمختلف التهديدات ومع ذلك أظهرت شجاعة كبيرة وبقيت ثابتة في إيمانها كانت في الأصل من أسرة ثرية ولكن بعد قبول الأحمدية أخبرها والدها بأنها ستحرم من ميراث العائلة ومن جميع حقوقها ما لم تتراجع عن إيمانها بالمسيح الموعود عليه السلام على هذا أجابت السيدة ساجيتة على والدها قائلة أنت تحاول إجباري على التخلي عن إيماني بحرماني من هذا الميراث الدنيوي لكن دعني أخبرك أنه في مقابل التخلي عن هذه الروبيات القليلة قد كافأني الله سبحانه وتعالى مكافأة لا تقدر بثمن وقيمتها أكثر من جميع الأموال في العالم وهي الأحمدية وبالتالي أقسم أنني لا أهتم ولو قليلا بخسارة أي ثروة مادية أو نصيب من الميراث العائلي وبالمثل هناك سيدة هندية أخرى هي السيدة ألفا من قوريا حي سيتا بيون قد قابلت الأحمدية رغم أن جميع من في قريتها كانوا من غير الأحمديين ونتيجة لذلك تعرضت إلى اضطهاد مروع حتى أن والديها هدداها وهازئا بها وسألاها بسخرية من سيتزوج من بناتك الآن سيتركن بمفردهن عانسات على هذا أجابت السيدة ألفا بجلد كبير وقالت إنها قبلت الأحمدية في سبيل الله عز وجل وأنها مقتنعة بأنه سيهتم بكل احتياجاتها مهما كانت وقالت إن بناتها سيتزوجن بمشيئة الله من مسلمين أحمديين وبفضل الله تمت مكافأة صبرها وصمودها حيث أن اثنتين من بناتها متزوجتان الآن وسعيدتان مع اثنين من الدعاة الأحمديين في حين أنها كانت ترتب لزواج ابنتها الأخرى من شاب طيب وقت تسجيل هذه الواقعة وفي إسبانيا اضطرت أحمدية اسمها وفاء إلى تحمل الكثير من المشاكل والشجن بعد قبولها الأحمدية فعلى سبيل المثال طلقها زوجها ولكن هذا لم يضعف من إيمانها وتحملت هذه المحنة بقوة كبيرة والحمد لله بعد ذلك باركها الله عز وجل بزواج جيد وسعيد من رجل آخر أحمدي وبفضل الله هي مستمرة في التفوق في البر والتضحيات المالية من أجل الجماعة وبالمثل هناك سيدة من فلسطين واجهت بعد قبولها الأحمدية الكثير من الاضطهاد وعانت الكثير من القسوة حتى أنها أخذت إلى المحكمة بسبب معتقداتها الدينية كما قام زوجها بتطليقها ولكن ذلك لم يضعف من إيمانها ولو لمرة وواصلت إظهار صبر متالي والوفاء بعهد بيعتها في تقديم أي تضحية يتطلبها إيمانها وعلاوة على ذلك أعطى الله سبحانه وتعالى الجماعة مثل أولئك النساء الشريفات والمخلصات اللواتي ضحينا بحياتهن من أجل إيمانهن وانضممنا إلى صفوف الشهداء الكرام فعلى سبيل المثال في عام 2011 استشهدت سيدة مسلمة أحمدية هي مريم خاتون من ليا في باكستان بعد أن تعرضت لهجوم من قبل أشخاص غير أحمديين وكانت في السادسة والعشرين من عمرها فقط وأما لثلاثة أطفال فقد تم إشعال النار في منزل السيدة مريم من قبل معارضي الأحمدية وبسبب شدة إصابتها استشهدت في موقع الحادث هذا مجرد غيض من فيض من هذه الأحداث التي توضح أنه في مختلف دول العالم تقدم النساء المسلمات الأحمديات كل التضحيات التي يتطلبها إيمانهن علاوة على ذلك قبلت الكثير من النساء الأحمدية بعد رؤية الرؤى التي تشهد على صدق المسيح الموعود عليه السلام مثل هؤلاء النسوة أصبحنا مسلمات أحمديات مثاليات وتقدمنا في التقوى واستمر إيمانهن وروح التضحية لديهن في الزيادة على سبيل المثال تروي سيدة من قرية في غينيا بيساو في إفريقيا أنها رأت في المنام أن الداعية الأحمدية المحلي قد قدم لها كتابا وأخبرها أن خلاصها يكمن في ذلك الكتاب عند فتحها الكتاب شاهدت صورة لشخص ما وسألت الداعية عن من يكون فأجاب هذه صورة خليفة المسيح بعد الاستيقاظ في اليوم التالي ذهبت لزيارة نفس الداعية وروت له منامها عند هذا قال لها الداعية إن الله عز وجل قد أظهر لك آية واضحة على صدق الأحمدية فردت السيدة بالقول إنها تدرك تماما أن الله تعالى قد أعطاها رسالة واضحة جدا ولذلك أتت لأخذ البيع وكانت مستعدة لأي تضحية تطلبها الجماعة منها ومنذ أن قبلت الأحمدية تقدمت في تقديم التضحيات المالية وتقوم بمنتهى الشجاعة بالتبليغ وتروي للناس قصتها الخاصة حول كيف أن الله عز وجل قد هداها للأحمدية وبالمثل يروي أحد الأحمديين من بنغلاديش السيد بلاج حادثة عن زوجته التي كانت معلمة عندما علمت إدارة المدرسة التي تعمل بها أنها أحمدية غضبوا جدا وطلبوا منها أن تترك الأحمدية وإلا فعليها على الأقل أن تعلن أنها مسيحية حتى لو بقيت في قلبها أحمدية على هذا قالت السيدة قبلت الأحمدية بعد رؤيا تشهد على صدقها نحن نؤدي الصلوات خمس مرات في اليوم فكيف يمكنني الآن تسمية نفسي مسيحية يمكنني أن أترك وظيفتي لكن لا يمكنني أبدا أن أترك الأحمدية ليس فقط سيدات لجنة إيماء الله اللواتي يقدمن التضحيات من أجل إيمانهن فحتى الناصرات هن مثال للآخرين في هذا الصدد على سبيل المثال في بنغلاديش هناك قرية يوجد فيها حفنة من الأحمديين فقط وقد تعرضوا لاضطهاد شديد وعانوا كل نوع من أنواع المقاطعة الاجتماعية والضغوطات وحتى طفلة أحمدية عمرها عشر سنوات في الصف الرابع في المدرسة لم تكن بمنأة عن هذه القسوة ففي مدرستها أخبرها معلموها أن والدها أصبح الآن مسيحيا وأن مصيره جهنم ولعنوه وأساء إليه أمام هذه الفتاة الصغيرة كما حاولوا التأثير عليها من خلال وعدها بمنزل جميل وأفضل طعام وتعليم إذا انفصلت عن والدها عند هذا بقيت هذه الفتاة الصغيرة قوية وقالت لا يمكن أن يكون مصير أبي جهنم لأنه منتظم في أداء الصلوات ولا يمكن أن يكون مسيحيا لأن المسيحيين لا يؤدون الصلاة لن أترك جماعتي أبدا ثم قالت لن أترك جماعتي أو والدي مهما قدمتم لي في الحقيقة بعد رؤية مثال والدي فإن إيماني بالأحمدية أصبح أقوى روا هذه القصة والد الفتاة نفسه ولما قصها انهار في البكاء وهو يتذكر المثال الصالح لابنته قدمت بعض الأمثلة من العصر الحديث لأوضح لكنا كيف أن الله سبحانه وتعالى يستمر في إظهار صدق المسيح الموعود عليه السلام في جميع أنحاء العالم وكيف أنه يغرس روح التضحيات الصادقة في المسلمات الأحمديات من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم كما ذكرت لقد اضطرت العديد من النساء المسلمات الأحمديات إلى تحمل القصوة والمآسي المروعة بل إن بعضهن ضحينا بحياتهن من أجل إيمانهن بفضل الله فإن هؤلاء السيدات الكريمات لا يتهربن من التحديات التي واجهنها بل إن ردهن على مثل هذه الكراهية والظلم هو زيادة إخلاصهن للأحمدية ويصبحن أكثر تصميماً على عيش حياتهن كخادمات حقيقيات للإسلام طالما بقيت روح التضحية المذهلة هذه في جماعتنا تأكدنا أنه لا يمكن لأحد أن يضعف أو يؤذي الجماعة الإسلامية الأحمدية بمشيئة الله تعالى وبينما يقوم خصومنا بتدبير العديد من الخطط والتدابير التي لا تعد ولا تحصى من أجل تدمير الجماعة فإنهم لن يفلحوا أبداً بمشيئة الله بالتأكيد سيواصل معارضو الأحمدية تهديداتهم لنا لكن محاولاتهم لن تجني ثمارها أبداً لأن إيمان الرجال والنساء والأطفال المسلمين الأحمديين هو أن جماعة المسيح الموعود عليه السلام ستواصل ازدهارها وتقدمها مهما حصل على أي حال هناك ملاحظة تحذيرية أود أن أضيفها بينما يستمر المسلمون الأحمديون في جميع أنحاء العالم بخدمة الجماعة وتقديم التضحيات يجب على كل مسلم أحمدي أن يولي اهتماماً شخصياً للتأكد من أنه لن يتخلف شخصياً عن هذا الركب على كل مسلم أحمدي أن أتأكد من أن لا تتزعزع معاييره أبداً إسعينا دوماً إلى زيادة إيمان كنا ولأن تتخذنا تلك المسارات المباركة التي أمرنا الله عز وجل بالسير عليها إسعينا دائماً لتحقيق الأهداف التي بعث المسيح الموعود عليه السلام من أجلها واسلكنا تلك الطرق الذهبية التي تفضي مباشرةً إليه تعالى انتبهنا إلى كلمات وتعليمات المسيح الموعود عليه السلام الذي علمنا كيف نحقق حب خالقنا لنا في إحدى المناسبات قال المسيح الموعود عليه السلام المؤمن هو المخلص تمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى فبعد أن يؤمن لماذا يقلق من أي تهديد فقد أعلن أنه سيعطي الأولوية لإيمانه فوق جميع الأمور الدنيوية ويقول عندما يتخلى المرء عن بيته وناسه وكل وسائل الراحة في سبيل الله عز وجل فإن الله يوفر له بنفسه كل احتياجات وقال المسيح الموعود عليه السلام أيضاً يجب أن تبقوا صامدين وثابتين كالصادقين لأن الله عز وجل ينصر الصادقين للأبد ويرفع من مكانتهم ودرجاتهم وتابع المسيح الموعود عليه السلام قائلاً إن الله عز وجل يعد الآن جماعة من الصادقين كل من هو غير مخلص أو غير صادق سوف يغادر إن لم يكن اليوم فبالتأكيد غداً وسوف ينفصلون عن جماعتنا ولكن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عن أولئك الذين هم صادقون ومخلصون لذا ينبغي أن نسعى دائماً لضمان أن نبقى من بين الصادقين وأن لا نضعف أبداً في ديننا لا سمح الله نسأل الله تعالى أن نظل دائماً ثابتين في إيماننا لقد بايعنا ذلك الشخص الذي أرسله الله عز وجل وفقاً لنبوآت نبي الإسلام الأكرم صلى الله عليه وسلم لقد قبلنا ذلك الشخص الذي بعث تابعاً كاملاً للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم والذي حباه الله درجة النبي غير التشريعي وكان الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام إنه حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام الذي أسس في هذا العصر بسبب همه وغمه من الحالة التي انحدر إليها المسلمون جماعة تقية من الصادقين تذكرنا دائماً أن كل عمل وكل تعليم من تعاليم المسيح الموعود عليه السلام كان وفقاً لأوامر الله تعالى وتعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم لذا فإن رغبة الملحة ودعائي الحار هو أن يمكن الله سبحانه وتعالى جميع المسلمين الأحمديين من البقاء مرتبطين بقوة بالمسيح الموعود عليه السلام وأن يتبع تعاليمه وتوجيهاته في كل أمر علاوة على ذلك أدعو الله أن يبقى كل مسلم أحمدي مرتبطاً بشكل ثابت بمؤسس الخلافة الأحمدية التي تأسست وفقاً لوعود الله تعالى بعد وفاة المسيح الموعود عليه السلام ادعينا دائماً لكي تبقينا ثابتات في إيمانكنا واطمأننا أنه إذا بقيتنا مرتبطات بقوة بالأحمدية فإن الله عز وجل لن يتخلى عنكنا أبداً بل سيمنحكنا مكانة المؤمن الحقيقي ويحسبكنا من الصادقات أدعو الله عز وجل أن يزيد من إيمان كل مسلم أحمدي باستمرار وأن ينفذ كل أحمدي حقيقة ادعاءه بإعطاء الأولوية لدينه على كافة الأمور الدنيوية علاوة على ذلك يجب أن تسعين إلى رعاية أطفال كنا وتوجيههم أخلاقياً بحيث يترعرع أتقياء ذوي إيمان راسخ بصدق الأحمدية إغرسنا فيهم القيم الحقيقية للإسلام لكي يصبحوا مواطنين نموذجيين مستعدين لتقديم أي تضحية مطلوبة من أجل إيمانهم وأمتهم مادام الله عز وجل يواصل مباركة الجماعة الإسلامية الأحمدية بالسيدات الفاضلات والأمهات المخلصات اللواتي يفين بالعهد الخاص بهن ويربين أطفالهن ليكونوا سفراء أتقياء وخداماً للأحمدية فإن أي محاولة لإلحاق الضرر بجماعتنا أو تدميرها سيكون مصيرها الفشل تذكرنا دائماً إنه وعد الله أنه سيضمن نمو الجماعة باستمرار ونحن جميعاً شهود على كيفية وفائه بهذا الوعد كل يوم فبمحض فضل الله ونصرته تستمر جماعتنا في الإزدهار والتقدم وسيستمر ذلك دائماً إن شاء الله سيكون السؤال الوحيد من هم السعداء الذين سيبقون إلى الأبد جزءاً من هذه الجماعة المباركة بالتأكيد جميع المسلمين الأحمديين الذين يبقون ثابتين في إيمانهم سيكونون جزءاً من تحقيق الوعد الكبير لله تعالى في حين أن غير الصادقين سوف ينفصلون عن جماعة الله التقية كما تنبأ المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام من كل قلبي أدعو الله عز وجل أن يمكن كل شخص قبل الأحمدية من أن يظل عضواً مخلصاً في الجماعة وأن يبقى من بين من يعدون من المؤمنين الصادقين أدعو الله أن يحمي كل مسلم أحمدي من الغفلة والضعف في الإيمان وأن يبقوا تحت ظله الإلهي وفي الختام أدعو الله تعالى أن يستمر في إنزال أفضاله على لجنة إيماء الله في كافة المجالات آمين الآن انضممنا معي في الدعاء الصامت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر